كمتن عبد العزيز حسن بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام متابعي قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا من هنا من الساد النادي الخور الذي يحتضن في هذا المساء المواجهة المعجلة من الجولة الخامسة في مباراة في غاية الأهمية في اللقاء الذي يستضيب فيه الخور نادي الساد في مباراة لا يبحث فيها الفريقين سوى عن تحقيق الانتصار والثلاث النقاط بالنسبة للمستضيف هي مباراة من أجل الوصول للنقطة العاشرة من خلال هذا المساء ومن أجل تدارك الموقف لأن الخور في وضع لا يحسد عليه على الإطلاق فهو الفريق الذي يتواجد في المركز قبل الأخير برصيف ثمان نقاط وبالنسبة للضيف الثقيل والثقيل جدا في هذا المساء الزعيم الذي يبحث من خلال هذه المباراة ومن خلال هذه المواجهة عن تقليص الفارق فيما بينه وبين المتصدر تحيل لذلك يعني هذه المباراة قبل بدايتها مؤشراتها ومعطياتها يعني يبدو بأننا من المفترض بأن نكون على موعد مع مباراة مثيرة مباراة ممتعة فيما بين الفريقين السد طبعا برصيد 26 نقطة ويسعى في هذه المباراة أن يحقق الفوز وبالتالي يصل لالنقطة رقم 29 ويقلص الفارق فيما بينه وفيما بين المتصدر تحيل اللي يتواجد على قمة جدول الترتيب بفارق مريح جدا وأضف إلى ذلك بأن السد طبعا عنده أيضا مباراة المؤجلة أمام تحيل اللي راح تلعب يوم الحادي عشر من ديسمبر القادم إذن حبتي على كرام مشاهدين عبر قنوات الكأس الرياضي أينما كنتم صافرة سيد سعود العذبة تعلن عن بداية وانطلاقة أحداث شوط المباراة الأول من هذا اللقاء ومن هذه المواجهة في مباراة طبعا يفتقد فيها السد لخدمات عناصر مهمة بالنسبة له لعل على رأس تلك الأسماء الشافي بالإضافة ل علي أسد وبالإضافة ل عبد الكريم حسن ليتواجد طبعا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأسيو لكرات القدم وبالنسبة لنادي الخور الذي يحاول معاول فرصة ومعاول الكرة في مباراة ستكون صعبة جدا على الفريقين في مباراة يدخل فيها السيد بيرمند كازوني المدرب الفرنسي مدرب نادي الخور هذه المباراة بالتشكيلة التي تضم محمد البكري في حراسة المرمى خالد رذوان مهدي رضا ريبان سولاقة وفي خط الوسط لدينا نايف لبريكا حمد منصور عادل أحمد محمد شعبان واغنر أحمد العسكر ودييغو فرياس بينما تشكيلة السد في هذه المباراة يدخل السيد جوزفالدو فريرا هذه المباراة بقائمة تضم سعد الدوسري بيدرو أحمد سياري ياسر أبو بكر وحامد اسماعيل طارق سلمان قابي حسن الهيدوس سالم الهجري أكرم عفيف وبغداد بنجاح إذن على مستوى العناصر والأسماء بنظرة أولى بالنسبة للفريقين لا شك بأن الأفضلية للسد من حيث العناصر والأسماء المتواجدة لديه وأضف إلى ذلك بأننا نتحدث عن أقوى خط هجوم في بطولة الدوري السد يواجه أفعب خط هجوم وهو نادي الخور الذي يدرك تماما مدى أهمية هذه المباراة وهذا الرجل الواضح أمامك السيد بيرناد كازوني المدرب الذي يعني تحدث قائلا بأنه يحترم إمكانيات المنافس والخصم الكبير في هذه المباراة ولكنه يعني استعد جيدا لهذه المباراة وهي اللاعبين جيدا ودائما الخور من الفرق اللي لما تلعب على أرضها في مواجهة الفرق الكبيرة خاصة في ظل هذه المعطيات وفي ظل الظروف الصعبة اللي يعيش الفريق أعتقد بأنه سيقدم كل ما لديه في هذه المباراة من أجل أن يتمكن من إيقاف الزعيم في هذه المباراة لذلك هي مباراة وهو موعد مع المتعة ومع الإثارة حامد إسماعيل ينطلق الكرة بتعود في منتصف ملعب المباراة قابي يرسل كرة في الجهة اليمين محاولة حامد إسماعيل لمسة للأمام الله على نقلة لكن الكرة تبعد عادت مجددا في الجهة اليمين قابي في منتصف ملعب المباراة وصلت عند سالم الهاجري مجددا في منتصف الملعب طبعا شايف التراجع من جانب لعبيناد الخور والاعتماد على الكرات المرتدة وهذا أمر طبيعي وهي واقعية كبيرة بالنسبة لأسيد بيرند كازوني في هذه المباراة لأن يدرك بأن الإمكانيات على مستوى الناحية الهجومية بالنسبة للفريق الذي يقابله في هذه المباراة هي أفضل منه بكثير وبالتالي أمر يعني واضح منذ البداية هنا طبعا واضح أمامك الكبير شافي الذي يغيب عن هذه المباراة طبعا بداعي الإصابة والسد في مباراة الجولة الثالث عشر من بطولة الدوري تمكن من أن يحقق الفوز على النادي العربي بثلاث أداب مقابل لاشي في الجولة الماضية الكرة بتلعب في منتصب الملعب وصلت عند دايف لبريكي اللي بدورها بعيد الكرة للخلف نقلها في الجهة اليمين الكرة ترسل للأمام محاولة لمسة جميلة وتمريرة ونقلة ومحاولة للفرسان الكرة عرضية وكرة لكن الكرة تبعد فرصة خطيرة جدا بالضيع على فرسان الخور مع الدقيقة الخامسة من زمن شاط المباراة الأول وكرة مرتدة للزعيم ترسل نحية بغداد بيحاول لكن الكرة ابعدت من أمام والكرة إلى خارجه أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماث لكن محاولة فيها جراء كبيرة جدا ومثل هذه الكرات ومثل هذه الفرص في ظل هذه الظروف يا دياغو يجب بأن تستغل الاستغلال المثالي وبأن يتم التعامل معها بالشكل المطوب وبالتالي فرصة بالضيع على نادي الخور هي الأخطر في شوطي المباراة الأول كرة بتعود مجددا محاولة مستمرة لكن الكرة إلى خارجه أرضية الملعب ركلة مرمى لكن الرغبة واضحة بشكل كبير حقيقة في أول خمس دقائق على بداية تحداث الشوط الأول من المباراة الخور في هذه الفرصة وفي هذه الكرة التي لو لا تدخل لو لا تدخل بيدرو في التوقيت المناسب لكنا شاهدنا أول أهداف المباراة دياغو فرياس اللعب البرازيلي المتواجد في خط المقدمة لكن مهمة كبيرة جدا اليوم على خط دفاع الخور بتواجد طبعا ريبن سولاقة بالإضافة لخالد رضوان كقلبي دفاع مسؤولية كبيرة بانتظارهم في كيفية إيقاف هداف بطولة الدوري أبغداد بنجاح في هذه المباراة وفي هذا اللقاء الكرة في الجهة اليمين عند حامد اسماعيل موسم الماضي ذهابا السد تمكن من الفوز بثلاث هدام مقابل هدفين وإيابا الخور تمكن من أن يحقق الفوز بهدف مقابل لشيء أي أن آخر مواجهة جمعت فيما بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز لنادي الخور لكن هذه مباراة أخرى ولكل مباراة ظروف مختلفة عن المباراة السابقة كرة بتلعب لحامد اسماعيل خذوهات محاولة وكرة عرضية لكن الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى الحارس محمد البكري المتواجد في التوقيت المثالي والتوقيت السلي الخور 12 مباراة انتصر في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر ثمن مباريات ونتحدث عن ثمن نقاط من 12 جولة أكيد بأنه مؤشر خطير جدا بالنسبة للخور ولعل السيد بنان كازوني يقول لا أريد أن أتحدث عن مسألة الهبوط أو المباراة الفاصلة كل ما يجب بأن يفعل اللعبين في هذه المباراة على حد قوله هو كيفية تحقيق الفوص في هذه المباراة وكيفية الخروج بنتيجة إيجابية ويقول تركيزنا على هذه المباراة وتركيزنا على هذا اللقاء في كيفية الخروج بنتيجة إيجابية كرة بتعود لقابي في منتصف الملعب كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى طبعا كما ذكرت هي مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة في الفترة التي كان يتواجد فيها طبعا السد على مستوى منافسات بطولة دور أبطال آسيا وهذا هو حكم المباراة سيد سعود العذبة الذي يقود المباراة الثانية بالمناسبة للسد من خلال هذا الموسم قد مباراة واحدة للسد التي كانت أمام الخرطيات المباراة الانتهت بستة أدام مقابل لاشي بينما هذه المباراة هي المباراة الثالثة التي يقود وك حكما بالنسبة للخور وفي المرتين الخور لما يكون الحكم هو سعود العذبة يخسر الخور لكن ماذا عن هذه المباراة وماذا عن هذا اللقاء الكرة في الجهة اليمين حامد اسماعيل يتقدم وينطلق حامد يقود هجوم للزعيم نقلة للهيدوس لكن الكرة تبعد من أمام الهيدوس اللي بكل تأكيد هو الصاحب قرار على مستوى الجهة اليمين ولاعب قادر واللعب اللي مسجل ثمن أهداف تاريخيا في مرمى الخور في مواجهة أمام الخور اللي هيدوس عنده ثمن أهداف كرة تنقل في الجهة اليمين حامد اسماعيل الكرة عادت مجددا للخلف قابي بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس الشخصية الكرة في الجهة اليمين للزعيم حامد اسماعيل الله عليك يا ولد لكن ردت فعل جميلة من حارس المرمى البكري اللي كان مركز اللي كان مصحصح وبالتالي أبعد أخطر فرصة للزعيم شف حامد اسماعيل تمويه وبعد ذلك تزديد لكن الكرة تبعد ما زالت خطورتها قائمة الكرة وصلت فيه الجهة اليسرى وتحولت إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس رمية تماس شف المرور شف الإمكانيات الهجومية لحامد اسماعيل وشف التزديد وشف التصدي الذي اندل على شيء فأنه يدل على الإمكانيات الكبيرة لحارس المرمى محمد البكري لأن كرة كانت صعبة جدا ولكنه رغم ذلك تمكن من إيقافها كرة عادت تنقل للأمام اليوم الدور كبير على دياغو وعلى اللعب واغنر من جوني بي نادي الخور في هذه المبارات الزعيم بدأ يستحوذ بدأ يسيطر بدأ ينتشر كما هي العادة الكرة بتعود مجددا لقابي في منتصف ملعب المبارات نقلة للجهة اليمين لكن تبعد قبل أن تصل لحامد اسماعيل سالم الهاجري أحد العناصر الشابة التي وجدت لها مكانا أساسيا في تشكيلة نادي السد وهو يستحق ذلك حقيقة من خلال المردود والعطاء الكبير اللي يقدم من مباراة لأخرى كرة لحامد للهيدوس جهة يمين جبهة يمين شغال 24 ساعة بتواجد الهيدوس وبمساندة حامد اسماعيل الكرة في اليمين لكن الكرة تصطدم في أحد لعبي الخور والكرة بعد ذلك إلى ضربة ركنية يعني هي مهمة ستكون صعبة لهذا اللاعب الواضح أمامك اللاعب رقم 6 اللي هو مهدي رضا في كيفية الحد من انطلاقات وتحركات الهيدوس وحامد اسماعيل على مستوى الجهة اليمين وبالتالي مسألة إيقافهم لا تبدو سهلة على الإطلاق حكم المباراة سيد سعود العذبة في حديث مع لعبي الفريقين 11 دقيقة على بداية احداث الشوط الأول من المباراة والتعادل السلبي يسيطر على هذه المواجهة علما بأن عشر مواجهات أخيرة بين الفريقين فيها تفوق وفيها ظلية كبيرة وواضحة بالنسبة للزعيم السداوي بتحقيق الفوز في ثمن مباريات بالمقابل الخور انتصر مرة والتعادل كان حاضرا في مرة واحدة الكرة عادت في منتصف الملعب قابي ياسر أبو بكر أكرم عفيف بيسيطر على كرتا لياسر الكرة عادت في منتصف الملعب قابي كنترول فنقل كرة الأمام لكن الكرة تبعد بعد مرور اثنى عشر دقيقة على بداية تحداث الشوت الأول من المباراة نشاهد الآن السد يعني أكثر سيطرة وأكثر وصولا إلى مرمى الخور وهذا طبيعي جدا والتراجع من جانب لعبينا هذه الخور والاعتماد في هذه المباراة سيكون على الكرات المرتدة الكرة تحولت إلى خارج جردية الملعب رمية تماث هذا الرجل السيد جوسفالدو فريرا المدرب الذي يدرك تماما مدى أهمية المباريات القادمة بالنسبة للسد وقد تحدث بأن يعني أربع مباريات قادمة بدءا وانطلاقا من هذه المباراة هي هي في غاية الأهمية بالنسبة للزعيم السداوي الذي لا شك بأنه وجمهوره يبحثون عن العودة أبطالا لبطولة الدوري والمنافسة كبيرة منذ الموسم الماضي مع تحيل اللي يتواجد طبعا في الصدارة بفارق مريح لكن ما زال المشوار طويلا وما زال الوقت كافيا لتغيير الصورة بالنسبة لأصحاب القمة أو لمنهم في وسط جدول الترتيب أو حتى للفرق التي تتواجد في قاع جدول الترتيب إذا ما أرادت إنقاذ الموسم وإنقاذ الموقف الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس لصالح نادي الخور الكرة بتعود للخلف وصلت عن سالم الهاجر اللي بدورة يرسل كرة للهيدوس الهيدوس يتقدم بسيطر عادة لقابي في منتصف ملعب المباراة الزعيم يبحث عن البداية الزعيم يبحث عن الوصول أولا في ظل هذا التمركز وفي ظل هذا التراجع لم تصل أي كرة ولم نشاهد حتى الآن بنجاح في أي كرة بعد مرور 14 دقيقة ووصولا إلى الربع ساعة الأولى في أحداث هذا الشوط الأول من المباراة لكن لدينا كرة هذه انطلاقة وتقدم ولمسة بنجاح بمرر لكن الكرة تبعد شف اللحظة اللي تكون فيها الكرة يعني أو قبل ما توصل الكرة لبغداد بنجاح نشوف ثلاث لاعبين يعني شف هذه اللقطة هذه اللقطة وهذه التمرير اللي كان فيها في موقف تسلل لكن شوف الضغط من جانب لاعبين على على بنجاح ومهمة إيقاف لاعب ونجم هداف بقيمة بغداد هي أمر في غاية الصعوبة حقيقة لكل المنافسين لكل المدافعين لكن لدينا كرة للفرسان داخل المنطقة والكرة العرضية كانت بعيدة ما زالت المحاولة مستمرة تبعد من حامد إسماعيل نقلا في اليمين الهيدوس تقدم استلم بالقدم اليسرى وانطلق وحيدا يبعث عن مساندة يرسل كرة الله الله تحرك من الهيدوس فنظرة فنقلة إلى الذي لا يعرف أبدا أن يخطئ الطريق فتحية من اجاف الله على الزعيم والله على تحرك الهيدوس كيف شاف بغداد في هذه الكرة هذه نقلة كبار وهو لعب كبير الهيدوس الله يا بغداد يا بنجاح الهدف رقم 22 في بطولة الدور في هذا الموسم يصل إليه بنجاح لا يحتاج لمجهود كبير حتى يسجل فقط كل ما يجب على اللاعبين صناع القرار في وسط الملعب كيفية إيصال الكرة إليه وهو يتكفل بالباقي الزعيم يتقدم أولا بهدف المباراة الأول في الدقيقة السادس عشر من زمن أحداث شوط المباراة الأول واحد صفر واحد صفر لكن هدف ملعوب هدف في مجهود كبير جدا الهيدوس مجددا أكرم لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخور كرة يرفضون مثل هذه الهدايا وبغداد هذا الانطلاق وكرة ولمسة للأمام لكن المحاولة قائمة أكرم استلم يرسل كرة عرضية الكرة ما زالت والمحاولة مستمرة لكن الكرة تبعد تعد مرة أخرى ما زالت اللمسة والتمريرة تبعد من أهم بنجاح تعد مرة أخرى الكرة وصلت في الجيهة اليمين لبيدرو كل العمل من الجيهة اليمين كل العمل من الجيهة اليمين بغداد والراسية لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى شف الكرة العرضية وشف التحرك من بنجاح لكن الكرة كانت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى تحولت إلى ركلة مرمى كرة تلعب أكرب لم نشاهد بعد مرور 19 دقيقة في الشوط الأول من هذه المباراة المباراة سوى يعني فرصة أو فرصتين خلينا نقول بالنسبة لنادي الخور باستثناء ذلك عادت السيطرة وعاد الاستحواذ وعاد الفريق الذي يمتلك شخصية الفريق البطل والفريق الكبير وبالتالي نرى الآن الاستحواذ أصبح لصالح نادي السد ويبحث عن هدف ثاني أكرم عفيف في الجهة اليمين بيسيطر على كرة أكرم الله على الونتاج شكرا يا الله يا الله على هذه اللقطة الجميلة على هذه اللقطة الجميلة شف أكرم واحد اثنين الثالث الرابعة كانت قريبة من أن تكون الهدف الثاني في المباراة كرة بغداد لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى إلى ركلة مرمى إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخور عشر مواجهات أخيرة بين الفريقين هنا في الخور فيها انتصار وحيد للخور وفيها ست انتصارات بالنسبة للسد وفيها الثلاث على التعادل لكن آخر فوز للخور على السد هنا على هذا الملعب كان منذ فترة طويلة جدا تحدث عن موسم 2009 2010 في الأسبوع الثالث ثلاثة واحد في مباراة سجل فيه الخور بخية المر وروبيرو وسجل الهيدوس في تلك المباراة للزعيم كرة بتعود للخلف لا جديد يذكر حتى اللحظة حباتي الكرام سوى أن النتيجة هي تقدم السد بهدف مقابل لا شيء مع رحلة بحث ستكون طويلة وصعبة بالنسبة للخور من أجل الأمر يتطلب مجهودا كبيرا ومضاعفا الكرة عادت في منتصف الملعب سقوط وخطأ يحتسب سلامات إن شاء الله لللاعب اللي سقت على أرضية الملعب وهو أكرم عفي أكرم عفيف هو اللي سقط من خلال هذه الكرة ومن خلال هذه المحاولة طبعا أكرم من اللاعبين اللي هو الثاني هدفي الزعيم السداوي في هذا الموسم عنده 11 هدف عنده 11 هدف لكن هذا فريرا واجه واجه فريرا كمدرب واجه الخور في 9 مباريات على مستوى مختلف في البطولات منذ توليه مهمة تدريب الزعيم هذه المواجهة العاشرة فاز في 8 وخسر مرة واحد خسر مرة واحد لكن هذه اللقطة أنا شخصيا وهي من اللقطات اللي لا يتمنى المحب والمتابع واللي يستمتع بكرة القدم أن يشاهدها المهاجم أو اللاعب بشكل عام ممكن يكون في حالة نرفز ممكن يكون لكن لا يجب عليك أن يتصرب بهذه الطريقة يا دياغو المطلوب منك في هذه المباراة أنك تسجل أنك يعني باتجاه مرمى الزعيم أنت مكنت من ذلك أنت مكنت من ذلك يجب عليك أن تنتفض في هذه المباراة في هذا اللقاء الكرة في منتصف الملعب للخور عادت لنايف لبريكي بيحاول لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماث الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب رمية تماث هذا هو السيد بيرناد كازوني في الموسم الماضي طبعا كان مع نادي مولدية الجزائر هناك في الجزائر هو المدرب الفرنسي صاحب السبعة وخمسين سنة بتاريخ كبير كلاعب ولكنه كمدرب ليس بمثل الوضعية التي كان عليها حينما كان لاعب كرة في منتصف الملعب بتعود للخلف لطارق سلمان اللي بدورة بعيدها مجددا نحت بيدرو بيدرو يرسل كرة في اليمين عند حامد اسماعيل سقوط وخطأ يحتسب لصالح السد ونحن نصل أحبتي الكرام مع حضراتكم إلى دقيقة 24 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة هنا هذا التدخل والكرة اللي احتسب فيها خطأ والتدخل طبعا كان عن طريق اللعب عادل أحمد وبطاقة صفراء تظهر من قبل السيد سعود العذبة وهي البطاقة الصفراء اللي تحمل الرقم 23 في هذا الموسم بالنسبة لحكم المباراة سيد سعود العذبة كرة في منتصف الملعب تعود للخلف طارق سلمان طارق سلمان بيحاول لكنه يسقط الكرة عادت دياغو نايف لبريكي في منتصف الملعب نقلة في الجيه اليمين وحاول وسقوط وخطأ يعني متفقين على أن اللاعب واقنر اللاعب رقم سبعة في تشكيلة الخور هو واحد تقريبا من أفضل اللاعبين والعناصر المتواجدة حقيقة من خلال طبعا تحركاته ومن خلال مجهودة الكبيرة اللي يقدم من مباراة الأخرى طبعا اليوم لا يبدأ السيب بيند كازوني بإهلال محمد وبي أحمد ياسين وقد يكونون كخيرات بالنسبة له في قادم اللحظات لدينا خطأ يعتسب فرسان الخور يبحثون عن العودة للمباراة وتسجيل التعادل في كرة على بعد 35 متر واغنر وساعد الدوسري في مرماء واغنر على تنفيذ الخطأ من هذا المكان الكرة بتلعب للأمام لكن الكرة تبعد تعود مرة أخرى لمسة ونقلة في الجهة اليمين محاولة على المروح والتقدم ومطالبة ركلة جزاء ركلة جزاء للخور في هذه اللحظات يؤكد يؤكد واغنر بأنه الأفضل بهذا التحرك لكن بغداد بنجاح ما كان في مكانه ما كان في مكانه ولم يكن في منطقة هو هو منطقة البوكس للبوكس داخل داخل المنطقة في هذا المكان لكن لكن من الطرف الآخر يا بغداد حاول أن يقوم بدون المدافعين هذه هي اللقطة لكن فيها ركلة جزاء ولا ما فيها ركلة جزاء حكم المباراة السيد سعود العذبة يرى بأنها ركلة جزاء في ظل اعتراضي واحتجاجي بغداد بنجاح على احتساب ركلة جزاء في هذه اللحظات في الدقيقة الستة وعشرين التي تتيح للخور فرصة العودة للمباراة فرصة العودة للمباراة سعد الدوسري ودييغو اللاعب الواضح أمامك هل يعيدهم للمباراة الفرسان هل نعود إلى نقطة البداية مع دقيقة سبعة وعشرين دييغو وسعد دييغو يتقدم دييغو في فرصة لأن تتكرر كثيرا يا دييغو دييغو بعد كل هذا التأخير وبعد كل هذه الخطوات دييغو يفجل لكن بغداد بنجاح هو اللي أعطى التعليمات لسعد هو اللي أعطى التعليمات لسعد يعني هو اللي قال لي يروح في غاضي الزاوية وفي غاضي المكان وبالتالي سعد استمع لحديث بغداد وتمكن من أن ينقذ مرمى السد في فرصة كانت مؤاتية بالنسبة للخور من أجل العودة للمباراة لكن دييغو أضاحة دييغو أضاحة ركلة جزاء هي الطريقة الأسهل من أجل أن تسجل يعني ما في طريقة أسهل من ركلة الجزاء أني كنت سجل فيها في كرة القدم ولن تأتي كثيرة تأخر وأخذ خطوات كثيرة جدا ووقت لكن في النهاية أضاع الركلة لكن دقيقة 28 هذا وديه قدم حط كرة لكن سعد الدوسر راح للمكان الصحيح للمكان المناسب وبتالي تمكن من أن يوقف الكرة الأخيرة هنا السيد جوسفالدو بيريرا كرة بتلعب للأمام كرة وصلت السهلة عند حارس المرمة وصلت لواغنر في منتصف المنعب اللي بدورا ينقلها سريعة واغنر يتقدم لدييغو حلو الكرة حلو الكرة لكن ياسر أبو بكر الذي تراجع بشكل سريع والذي كان متواجدا في المكان المناسب يتمكن من أن يبعد هو الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب رمية تمس تنفذ كرة بتلعب وصلت للأمام هيدوس تقدم وامطلق كنترول وسيطرة ووقوف على الكرة فالتمرير بعد ذلك الكرة لياسرة أبو بكر في الجات اليسرى لأكرم عفيف أكرم بعيدها الجيغة اليمين طبعا كما ذكرت تتعرك بشكل أفضل من خلال الشرط الأول ودقائقه الماضية في غاد المباراة بالنسبة للسد على العكس تماما في ذلك بالنسبة للجهة التي يتواجد فيها أكرم الكرة للهيدوس بغداد استلم حاول أن يمر ولكن الكرة تبعد من أمامه كرة تبعد من أمامه تصل دياغو واقنر لكنه تسرع قليلا وبالتالي الكرة عادت في حوزة لاعبي زعيم ياسر أبو بكر لأكرم بتعود لطارق سلمان في منتصف الملعب الكرة لإيقابي النجم السابق الكبير لأثلتكو مدريد هناك في الليقة بأيام كانت شاهدة على قائد من يعني الأساطير اللي قادوا نادي أثلتكو مدريد في السنوات الأخيرة نجم كبير وإضافة كبيرة لمنطولة الدوري والزعيم كرة بتعود في منتصف الملعب نايف لبريكي وحاول أن يمر لكن الكرة عادت لأكرم عادت لمجددا أكرم خطفة مر من الأول مرر خذوهات بغداد داخل المنطقة لكن الكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب ضربة ركنية تحولت لصالح السد تنفذ طبعا واضح السيد جوسفالدو فريرا الذي يطالب لعبيه بإضافة هدف ثاني بغداد كنترول وتقدم حاول يمرر ما زال يستحول يضطر لعادة الكرة للخلب لكن شوف شوف الكثافة العددية للعبيه الخور وتراجعهم في مناطقهم ومحاولة طبعا الوقوف أمام كل الفرص وأمام كل المحاولات الخطيرة لكن لدينا كرة دياغو دياغو السلم وهذه فرصة خطيرة دياغو الكرة معه بسدد لكن الكرة إلى ضربة ركنية تحولت أو إلى رمية التماس إلى رمية التماس تحولت دياغو بعد ما ضيع ركلة الجزاء اللاعب في خاضي المرحلة أو في خاضي الحالة يعني يكون في وضع يريد أن يعود ويسجل ليعوض ما لم يتمكن بأن بأن يفعل في ركلة الجزاء اللضاعات برن كازوني يعطي تعليمات وتوجيغات بالنسبة للعبي الخور في غاضي المباراة ويطالبهم بمزيد من المجهود بكل تأكيد لدينا كرة مرجدة انطلاقة وتقدم سيار يمر لكن في النهاية خطأ يحتسب بطاقة صفراء تظهر على من على اللاعب رقم أربعة اللي هو خالد رضوان الذي يتلقى البطاقة الصفراء بعد هذه الكرة اللي كان فيها انطلاقة من اللاعب أحمد بدر سيار الذي حاول أن يقود الهجوم السداء طاقة صفراء خطأ يحتسب في هذه اللحظات نصل أحبتي الكرام مشاهدين عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم إلى دقيقة ثلاثين من عمر أحداث الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الزعيم السدووي بهدف مقابل لا شهر الخور كرة وصلت في ألجات اليسرى إلى خارج أرضية الملعب من من اللاعب واقنر رمي التماس نفذ سالم الهاجري في منتصف ملعب المباراة نقلة لياسر لياسر أبو بكر ياسر بمررها لأكرم تحرد في مكان ممتاز سيطر على الكرة لكن تقطع من أمامه تعد مرة أخرى لمسا للأمام كرة تنقل بشكل جميل مرتدة لكن ابعدت بعد تدخل ممتاز من حامد اسماعيل والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب سلامات إن شاء الله لللاعب حامد اسماعيل اللي ساقط على أرضية الملعب هذه هي الإعادة وهذا هو التدخل اللي كان في هذه الكرة الخور طبعا في الجولة السابقة لبطولة الدوري كان قد خسر بهدف مقابل شيمن المتصدر لكنه قدم عرضا كبيرا في تلك المباراة لم يتمكن من أن يحقق نتيجة إيجابية أمام المتصدر فماذا عن الوصيف ومباراة القادمة ستكون أمام الشحانية يعني على أرضية هذا الملعب ذكرت بأن أربع مباريات خاضها فاز مرة واحدة على الريان بهدف مقابل لشيء وخسر في ثلاث مباريات اثنين صفر من النادي الاهلي وواحد صفر من النادي العربي وواحد صفر من الدحيل وتخيل بأن الخور في الأربع مباريات اللي خاضها على هذا الملعب يعني لم يتمكن من أن يسجل سوى هدفا وحيدا في هذا الموسم وذلك الهدف اللي سجل واغنر اللعب الموجود في هذه المباراة خمسة وثلاثين دقيقة لعب في شوط المباراة الأول أحبات الكرام في شوط فيه ركل الجزاء ضائعة وفيه تقدم مستمر كرة بتعود مجددا في الجهة اليمين في منتصف ملعب المباراة لمسة وصلت لقابي نقلها لياسر أبو بكر ياسر يتقدم ياسر ينطلق كرة عرضية لكن الكرة تبعد تعد مرة أخرى وصلت لقابي قابي في منتصف الملعب قابي ينقل كرة لحامد إسماعيل لمسة للأمام عند أكرم عفيف اللي بدورة يرسلها هيدوس السلام كرة ما زالت فرصة قائمة لكن الكرة تبعد وتعود مرة أخرى الهيدوس يتقدم وصل الضغط من جانب لعبين ما زال يحاول ما زال يستحوذ ما زال يزداد تعلقا وعطاء من موسم لآخر سالم الهاجري في منتصف ملعب المباراة نقلة نحية أكرم لغير مكان لكن الكرة لم يتمكن من السيطرة عليها أكرم عفيف وبالتالي الكرة تحولت بعد ذلك إلى رمية التماث كرة في منتصف الملعب نقلة وتمريرة كرة تلعب للأمام محاولة محاولة ما زالت قائمة والكرة أبعدت عادت مجددا الكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية تماث وصولاً وصولاً للدقيقة 37 ولعل الخبر السار والجميل لجمهير الكرة القطرية ولجمهير نادي السد عبد الكريم حسن أفضل لاعب في القارة الأسيوية فمبروك هذا الإنجاز الذي يسجل للرياضة القطرية للمرة الثانية بعد خلفان في 2006 عبد الكريم حسن يتحصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي يستحق ذلك بكل تأكيد وهو واحد من الأسماء التي تعلقت وبشكل كبير مع نادساً في دور أمطال آسيا كرة تلعب في اللاجئة اليسرى ترسل عرضية لكن الكرة تحولت إلى ضرب ركنية كرة تحولت إلى ضرب ركنية لصالحي نادي الخور مع دقيقة ثمانية وثلاثين من زمن أحداث شوط المباراة الأول في غض اللقاء الخور يريد أن يخرج على الأقل متعادلاً من الشوط الأول كرة بتلعب والرأسية لكن الكرة إلى خارج وردية الملعب من دياغو والكرة تحولت إلى ركلة مرمى كرة تحولت إلى ركلة مرمى هذه كرة دياغو أين عم يتحرك بشكل المنتاز لكن بيرناد كازوني يطالب بأن يكون أكثر تركيزاً أمام المرمى ويطالب بأن يتمكن من أن يستغل الفرص التي تتاح لأمام المرمى كرة بتعود في منتصف ملعب المباراة انطلاق للفرسان في الجهة اليسرى لمسة وكرة لكن الكرة وصلت سهلاً لسعاد الدوسري شايف واغنر بدأ يزيد مع دياغو في خط المقدمة من أجل إعطاء إضافة بشكل أكبر على مستوى الناحية الهجومية أكرم عفيف في منتصف الملعب كرة بتعود للخلف الكرة وصلت لقابة اللي بدورة يعيدها كرة للأمام أكرم تقدم أكرم انطلق أكرم مرر لبغداد خذوا هات لكن الكرة تبعب بتعود مرة أخرى لصالح نادي الخور نقترب أحباتي الكرام من الدقائق الخمس الأخيرة من عمره الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول من المباراة الهيدوس انطلق مرر لحامد اسماعيل في الجهة اليمين كرة عرضية بغداد والراسية لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى لكن لا توجد صعوبة كبيرة في وصول لاعبي السد يعني وتشكيل خطورة على مرمى الخور خاصة في ظل التحرك المستمر من جانب حامد اسماعيل وفي ظل عدم التغطية بالشكل المطلوب من جانب خط دفاع الخور على مستوى الجهة اليمين اللي هي الأكثر فعالية كما ذكر في الشوت الأول من المباراة لكن تبادل مراكز على مستوى الخط الأمامي بالنسبة للاعبية السد كرة تصل لقابي تقطع والكرة تحولت إلى خط ينفذ كرة تصل لياسر أبو بكر المدورة بعيدها لطارق سلمان الكرة وصلت لطارق في منتصف الملعب بعيدها للخلف عن سالم الهاجري بيدرو في اليمين إلى اليمين إلى حامد اسماعيل كرة للأمام انطلاق من الهيدوس لم سأ ولكن الكرة لم تصل لم تصل لأكرم أو كانت أسرع نوعا ما لكن الهيدوس بيقدم شوت جميل وأداء كبير كعاتة كعاتة كرة إلى خارج يرضي الملعب على بعد أربع دقائق من نهاية أحداث الشوت الأول أحبة الكرام والأمور تشير على مستوى النتيجة والأداء إلى أفضلية سدوية حامد اسماعيل كرة بتعود للخلف عن طارق سلمان اللي بدور يرسلها ليسر أبو بكر في الجهة اليسرى عادت مجددا نقلة وتمرير قابي سالم الهاجري كرة الجهة اليمين حامد يحاول لكن الكرة إلى خارج يرضي الملعب تحولت إلى رمية تمس إلى رمية تمس وإلى خطأ أيضا أو إلى خطأ يحتسب على ما يبدو لي نعم حاولات مستمرة من جانب اللعب عادل أحمد من الحد من خطورة ومن محاولة إيقاف طبعا حامد إسماعيل هذه كرة أكرم عفيف تقدم أكرم الله لكن ضاعت يا أكرم ضاعت مع الدقيقة 43 في فرصة مؤاتية للتسجيل وفي كرة سهلة وردت فعل من جوزفالدو بريرا شب اللمسة وشب التمريرة وشب النقلة وشب أكرم وتقدم حاول أن يضع بهذه الطريقة ولكنه لم ينجع في ذلك والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى كرة تلعب للخور محاولة وتحرك من اللعب رقم 21 حمد منصور لكن الكرة بعد ذلك تحولت إلى ركلة مرمى لصالح نادي أسد سجل كثيرا أكرم من مثل هذا المكان وبمثل هذه الطريقة اللي حاول أن يسجل من خلالها لكنه لم يوفق كرة إلى ركلة مرمى كرة تلعب للأمام وصلت وصلت لقابي في منتصف الملعب الهاجر في الجات اليسرى عند ياسر أبو بكر أكرم بيسيطر كنترول ممتاز يعيد الكرة للخلف عند لعب بيدرو لمسة للهيدوس انطلق الهيدوس بيحاول يا سلام على التوخج في هذه المباراة الهيدوس يتقدم كرة ما زالت معه مستمرة بتعود مرة أخرى جابي كرة لبغداد لكن كرة تبعد مرتدة لصالح الخور انطلاق ولمسة للأمام لكن طارق سلمان يتدخل في توقيت المثالي وبالتالي يتمكن من أن يوقف هذه الكرة بطريقة ذكية وبطريقة فيها هدوء وثقة كبيرة لكن عادت في حوزة لاعبي نادي الخور مجددا خذوا هادس لمسة دياغو في اليمين الكرة عمد منصور الكرة العرضية للخور كرة لكن الكرة تبعد الكرة تبعد مجددا دقيقتين وقت معتسب بدل ضايع لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء دقيقتين هو الوقت المحتسب بدل الضايع لشوط الأول من المباراة خطأ خطأ يحتسب هنا لعادة لدينا كرة لأن تصل لبغداد بغداد يسيطر على كرتها بعيد الكرة للخلف عند ياصر أبو بكر في منتصف ملعب المباراة لقابي قابي يرسل الكرة لسالم الهاجري أكرم يا سلام للهيدوس الهيدوس لأكرم تقدم المحاولة مستمرة حامد إسماعيل الكرة تعود مجددا أكرم يحاول أن يمر لكنه يسقط حكم المباراة يعطي مبدأ تحاد الفرصة الكرة بتعود لمس الأمام بغداد السلم في هذا المكان سيطر كنترول استعود لكن بالنهاية الكرة فيها خطأ يحتسل فيها خطأ يحتسل خطأ يحتسل هذا اللعب رقم 25 محمد شعبان اللي يعني يقدم شوط أول جيد حقيقة ويحد من خطورة بغداد منجاح في أكثر من كرة وبالتالي هو مكلف بمراقبة بغداد في هذه المباراة خطأ يحتسب بغداد لم يسجل في مرمى الخور سجل تقريبا في نص أندية الدوري اللي لم يكن جميعها لكن لم يسجل في مرمى كرة ملعوبة أو سجل اليوم سجل اليوم سجل كرة في الجات اليمين ترسل عرضية محاولة مستمرة لكن الكرة تبعد لكن قبل المباراة لم يسجل اليوم نجح في أن يسجل وأن يصل أحباتي الكرام مشاهدي قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم شوط أول انتهى بهذه النتيجة بتقدم الزعيم في هذا مقابل الشيء سجله بغداد بن جاح على الخور صراحة كصيرة فيما بين شوطي هذه المباراة وبعد ذلك لنعودة مع بداية أحداث شوط المباراة الثانية صوت والصورة ستندق الكبات كبار عاد الملة عبد العزيز حسن شكرا للكبات ولي نجمي الكرة القطرية الكبار كبتن عاد الملة والكبتن عبد العزيز حسن بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في شوط المباراة الثاني من لقائه السد والخور اللقاء المؤجل طبعا من الجولة الخامسة لبطولة دوري لجوم كوانبي بعد أن تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم الزعيم بهدف مقابل الشيء هدف الذي نجح في أن يسجل بغداد ببنجاح بتحرك جميل منه وبتمريرة رائعة من حسن الهيدوس تمكن من خلاله أن ينهي الشوط الأول متقدما بأدم مقابل لكن في شوط المباراة الثاني ربما تتغير الصورة في شوط المباراة الثاني السد سيبحث عن كيفية الوصول مبكرا وإضافة هدف ثاني في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني لأن الهدف اللي سجل الهدف الوحيد في ظل طبعا التحرك اللي راح يكون كبير من قبل السيد بنا كازوني مدرب الخور من أجل أن يعيد الفريق للمباراة وسيدفع أكيد بأبرز العناصر والأوراق التي من شأنها أن تساهم في ذلك لكن لدينا كرة أولى في شوط المباراة الثاني أكرم كرة لكن الكرة مرت وعدت والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى شف النقلة الجميلة من بغداد وشف التحرك الرائع من أكرم والتسديدة التي تحولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى طبعا نذكر بأن في الشوط الثاني لدينا تبديل أجراء سيد جوسفالدو فريرا بدخول أبو علام وبخروج اللعب أحمد بدر سيار الذي ترك أرضية الملعب مع بداية هذا الشوط الثاني من المبارات كرة تصل للهيدوس في الجاة اليسرى واحد من أكثر اللاعبين تحركا ونشاطا وحيوية بلأنه كان واحد من أفضل لعبي شوط المبارات الأول في هذا اللقاء ويريد أن يواصل ذلك من خلال الشوط الثاني من المبارات لكن لدينا كرة الآن لصالح ناد الخور في الجاة اليسرى تبعد حامد إسماعيل تقدم حامد انطلق مرر لأكرم استلام ومحاولة لكن الكرة تبعد والكرة تعود للخلف عند حارس المرمى اللي بدورة يبعدها بطريقة خاطئة جدا وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس تحولت لصالح نادي أسد كرة بتلعب تصل لبغداد بنجاح اللي بدورة بعيدها لمنتصب ملعب المبارات شايف الانتشار من جانب لعبينادي السد وشايف التحرد من جانب لعبينادي السد وشايف الرغبة الكبيرة في البحث عن هدف ثاني مع اللحظات الأولى في الشوط الثاني وهذه ربما الطريقة اللي نشاهد عليها الزعيم دائما في كل مباريات في كل لقاءات من خلال هذا الموسم هو يدرك تماما بأن الواحد صفر واحد من النتائج الغير مطمئنة في عالم كرة القدم وبالتالي سيبحث عن كيفية تسجيل هدف ثاني وبالمقابل الخور لا يتمنى ذلك على الإطلاق ياسر أبو بكر يرسل كرة الكرة تحولت إلى خارج أرضية أو ما زالت في أرضية الملعب كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب الآن إلى ضربة ركنية السيد طبعا في حالة فوزة في هذه المباراة سيقلص الفارق فيما بينه وبين الحيل إلى خمس نقاط من خلال هذا اللقاء وأصبح لديه الآن السيد مع الهدف الذي سجل في هذه المباراة أصبح لديه تسعة واربعين هدف وما زاله هو أقوى خط هجوم الهايدوس يرسل كرة عرضية الكرة تبعد ما زالت المحاولة مستمرة بغداد بعيدها مجددا في الجات اليسرى لمسة ونقلة للأمام أكرم كرة والفرصة لكن حارس المرمى على دفعتين على مرتين يتمكن من أن ينقذ الموقف ويتمكن من أن ينقذ مرمى الخور من هذا المحقق شوف الإعادة وشوف الكرة العرضية وشوف البكري الذي يقدم عرضا جيدا حقيقة من خلال هذه المباراة يواصل ذلك في شوط المباراة الثانية لأن في الشوط الأول كان قد ساهم أيضا في إنقاذ أكثر من كرة إذن تبديل متوقع جريه السيد بمن كازوني بخروج عادل محمد ودخول العراقي أحمد ياسين الذي يشارك في هذه اللحظات من أجل إعطاء إضافة على مستوى الناحية الهجومية في هذه المباراة وهي من المرات القليلة النادرة التي لا يبدأ فيها أحمد ياسين أساسيا تعودنا عليها أن يبدأ منذ بداية المباراة هذه كرة عرضية لكن الكرة تبعد كخيار ثاني عند طبعا إهلال محمد سايب بنا كازوني في الشوط الثاني من المباراة كرة بتلعب للأمام سالم الهاجري يتمكن من أن يبعدها يعيدها الكرة تحولت إلى رمية تمس زعيم يحافظ على شباكة نظيفة علما بأنه في هذا الموسم أربع مباريات تمكن السد أن يحافظ على شباكة نظيفة لكن ماذا عن المباريات التي خضها السد خارج ملعب فاز في ثلاثة على قطر خمسة واحد على أم مصلال خمسة واحد على العربي ثلاثة صفر وخسر مباراة واحدة فقط كانت من النادي الاهلي بأربعة هدف مقابل هدف كرة بتعود للخلف تصل لبعلم لبيدرو الكرة تنقل في الجهة اليمين قابي أكرم حاول حامد إسماعيل الكرة عادت للخلف لبيدرو وصلت في منتصف الملعب بوعلام يرسل الكرة لبغداد كرة داخل المنطقة والكرة أكرم أكرم الفرصة ما زالت قائمة لكن الكرة تبعد الكرة تبعد والمحاولة ما زالت قائمة ومستمرة والزعيم يفكر في هدف ثاني والخور يخشى ذلك يخشى ذلك لأنه يعني من مباراة لأخرى خسارة النقاط هو في كل الأحوال الخور الآن في وضعية صعبة وضعية صعبة يعني منطقيا الوضعية جدا صعبة اللي مر فيها الفريق لكن خروج على الأقل بنقطة أمام منافس كبير أمام فريق كبير بحجم السد هذه نتيجة إيجابية تعتبر بالنسبة للسيب بين الكازوني الذي يدرك بأن مباريات القادمة ستكون عبارة عن يعني بمثابة نهايات الكوز مطلوب فيها الفوز لغير ذلك الله على هذه الكرة والسقوط ولكن راية قبل ذلك قبل ذلك راية لكن هذا حامد إسماعيل الظهير الأيمن هذا الظهير الأيمن يا جماعة هذا الظهير الأيمن وليس مهاجم شوف كيف يتحرك شوف كيف يخلق المساحة النفس لكن طبعا ابتسامة كانت من حكم المباراة سيد سعود العذب لأن الراية كانت واضحة لكن وجميل أن يكون عندك أجنحة أو أظهرة يجدون تعامل مع عندهم النزع الهجومية وعندهم أيضا على مستوى الدفاع يعني الناحيتين هم ممتازين وهذه من المميزات التي إذا تتواجد في فريق درة القدر فأنها تساهم بشكل كبير وتعطي خيارات عديدة للمدرب تعطي خيارات عديدة جدا مدرب بأي خطة أراد أن يلعب عند أجنحة عند لعبين بمستوى كبير يقومون بأدورهم الدفاعية والهجومية على أكبر وجه خطأ يحتسب في غاضيه اللحظات وحينما نتحدث عن الأظهرة فأننا نتحدث عن المبارز الأشول عن المدافع المهاجم عن أفضل لاعب في آسيا عبد الكريم حسن بإنجاز آخر وجديد يحسب ويكتب بعد 2006 وهذه كرة لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة هذه كرة بعلام هذه كرة بعلام حاول أن يستغل تقدم حارس المرمى لكن لكن ليس في كل مرة ليس في كل مرة ينجح من فكر في ذلك ومن أراد أن يسجل بهذه الطريقة كرة 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 حاول لكن تبعد من أمامه كرة تنقل للأمام دياغو أحمد ياسين طلاقة للخور محاولة تمرير دياغو ليحمد يحاول لكن تدخل من جارة مدافعي السد والكرة تبعد تعود مرة تنقرب وعلام نقلة للهيدوس في الجهة اليسرى تمرير كرة الأمام بغداد استلم وانطلق وتقدم وكرة الثاني يا الله على لقطة وعلى تدخل من المدافع المدافع يحتبل هذا التدخل في هذه الكرة لكن شوف بالتحرك شوف كيف يمر من المدافعين شوف كيف يعاني أمام كل المدافعين بنجاح للمهاجم اللي غير عادي على الإطلاق لكن برافو اللاعب رقم أربعة خالد رضوان الذي تمكن من أن ينقذ مرمى فريقة من عدف انذان محقق ركنية ترسل بعيدة كرة وصلت عند أكرم عفيف الزعيم في حالة هجوم في حالة بحث عن هدف ثاني الكرة الإيقابي بتعود الكرة مجددا عند سالم الهاجري اللي بدورة ينقلها للأمام لكن الكرة عادت لطارق سلمان نقلة في الجهة اليميم تبعد أحمد ياسيم في هذا المكان في غضي المنطقة في غضي الجهة من أجل أن يعطي إضافة واغنر غير واضح واغنر اليوم الحاضر الغايب أستطيع أن أقول عنه في غضي المباراة أحمد ياسيم يحاول عادت واغنر لمسة للأمام الكرة قائمة لكن الكرة تقطع مرتدة عادت والكرة في النهاية وصلت عند الدفاع وصلت عند المدافع خالد رضوان كرة تنقل في الجهة اليمين هكذا تسير أحداث هذه المباراة حبتي الكرام المباراة التي تحدثنا عنها فيما قبل بدايتها بأنها ذات أهمية كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة للبريقين من خلال هذا المساوى من خلال الحصول على الثلاث النقاط في غاضيه المباراة كرة بتعود الخلف كرة ترسل للأمام في منتصف الملعب يا سلام مرور جميل لكن تمرير لم تكن كذلك بدرو أقرب يبعدها لحامد اسماعيل في منتصف الملعب بعلام كرة لسالم الهاجري هيدوس هيدوس القائد القائد يتقدم بعلام عند قدم قوية بعلام لكن يمرر أكرم نقلة يا سلام والكرة ضاعت الكرة ضاعت ضاعت فرصة خطيرة جدا شوفت تمرير من أكرم والكرة التي يعني وجد فيها بعلام نفسه ليس في المكان المفضل لديه وبالتالي لم يجيد التعامل معها بالشكل الصحيح ولكن ذلك لا يمنع بأن نقول بأنها كانت فرصة ومحاولة فيها نقلات جميلة فيما بين لعبي السد بطاقة صفراء وظهر على على بغداد بنجاح هذه هي الكرة وهذه اللي عادة واللقطة اللي يتحصل فيها بغداد بنجاح على بطاقة صفراء بنجاح الذي يرى الكثيرون من متابعي بطولة دور نجوم في هذا الموسم بأنه العقرب لأن يكسر ويحطم الرقم المسجل باسم نجم الغرافة السابق السبعة وعشرين هدف واللي كان قريب منها يوسف العربي هدف الموسم الماضي لكن كان الفارق هدف كان الفارق هدف لكن نحن نتحدث يعني بعد مرور اثناشر جولة بغداد عنده 22 وهذه كرة احمد ياسين ينطلق يسقط على ارضية الملعب لكن حكم المباراة يرى بان الكرة ما فيها شيء يرى بان الكرة لم يكن هذلك وجود لخطأ بقرار حكم المباراة لكن احمد ياسين بعد دخوله في شوط المباراة الثاني ارى بانه اضافة على مستوى هذه الجهة يتحرك صح يحاول ان يخلق الفرص يحاول ان يعني اه يشكل اضافة في هذا المكان لكنه يحتاج لمساندة زملاء يحتاج لمساندة زملاء لا شك في ذلك بيرنان كازوني صاحب الثلاثين مباراة جولية مع المنتخب الفرنسي كلاعب والنجم السابق طبعا ايضا كلاعب لناديي كاو ومرسيليا هناك في فرنسا وهذه الكرة اللي احتسف فيها خطأ لصالح بنجاح الدقيقة ستين اي اننا نتحدث عن النصف ساعة القادمة اللي بتبثل اهمية كبيرة جدا وستحدد ملامح مستقبل هذه المباراة سعيد ابراهيم هو اللعب الذي يشارك في هذه اللحظات في تبديل يجري السيب بيرنان كازوني ولدينا خطأ يحتسب كرة اللعب للأمام والكرة ضاعت والكرة طالت والكرة تحولت الى ركلة مرمى لصالح نادي الخور هذه الاعادة وهذه الكرة التدخل من بيدرو كرة تحولت الى ركلة مرمى كرة تحولت الى ركلة مرمى وفي تبديل هلال محمد اللي كانت بداياته مع السد يشارك الان ليواجه السد واحد من العناصر المميزة في وسط ملعب المباراة اكيد احمد العسكر هو من يترك ارضية الملعب في هذه اللحظات وهلال محمد هو اللعب الذي يشارك في تشكيلة نادي الخور في الدقيقة واحد وستة رمي تنفذ كرة للامام داخل منطقة فرصة للخور عرضية لكن لم تكن مثالية وبالتالي الكرة تبعد بتعود مرة اخرى ياسر ابو بكر ينقل كرة ناحية بغداد لكن ممتاز ممتاز المدافع خالد رضوان في هذه المباراة ينقل كرة للامام اقصى الجهة اليمين محاولة للصالح الخور في هذه اللحظات الهلال في اول كرة تمرير جميلة لكن الكرة سغلة عند حارس المرمى سعد الدوسري اللي خرج وكان توقيته ممتاز ومثالي شفت امرير الهلال وشفت حاروق دييغو الذي ربما في شوط المباراة الاول كان يعاني من دييغو يعاني من الكرات اللي لم تصل اليه لم يكن هناك لاعب يصنع بشكل صحيح او لاعب يوصل الكرات لدييغو لكن مع دخول الهلال محمد في هذه اللحظات ارى بان اصبحت فرصة يعني صنع صنع خطورة وصنع فرص وإصال الكرات لدييغو الوضع حمامك بشكل اكبر هذا هو جوز فالدوفيني مسيرة كبيرة وكبيرة جدا تنقل بين عديد الاندية في مختلف القارات وتبقى الفترة التي كان يتواجد فيها مع الكبير في البرتغال هناك بورتو هي الفترة المميزة والفترة الجميلة بالنسبة له بينما طبعا كان واضح حمامك النجم الكبير جافي الذي يتابع والذي يراقب والذي يعاين كما هو الحال بالنسبة لجمهير الفريقين ركلة مرمالي صالح الزعيم السداوي كرة تلعب للأمام تعود مجددا لمسة نحا تدياقو مطالب بخطأ لكن حكم المباراة كان قريب من موقع الخطأ الكرة تعود بعلام في منتصف ملعب المباراة لكن الان محمد يقوم بدور المدافعين ويقطع الطريق لتعود الكرة المرتدة هل من ردة فعل يا فرسان هل من ردة فعل يا أهلال كرة عرضية لكن الكرة وصلت سالة عن بيدرو وصلت سالة عن بيدرو بتعود مجددا ما زالت الثلاث النقاط في أرضية الملعب الأمور لم تحسن بعد في هذه المباراة لم تحسن بعد في هذا اللقاء نايف يتقدم لكن طارق سلمان يتمكن من أن يبعدها عادت مجددا ما زالت المحاولة قائمة دياغو بحاول يستحوذ يعيد الكرة تبعد هيدوس يراوغ في مكان ربما لم يكن مناسبا وبالتالي الكرة يتمكن لعبيه الخور من استعادتها كرة لواغنر في الجات اليسرى يمرر نقلة الكرة العرضية والكرة سالة عن سعد الدوسري حارس صاحب الإمكانيات الكبيرة والخبرة والتجربة الطويلة وبالتالي كرة لم تشكل أي صعوب أي خطورة أي خطورة دياغو الذي أكيب بأنه نادما على إضاع ركلته على إهدار ركلته الجزاء في شوط المباراة الأول كرة عند حامد اسماعي قابي بعلام كرة تصل لياسر أبو بكر لكن هناك فرق وهنا أتحدث عن الفرق ذات الشخصية القوية والفرق الكبيرة من الصعب جدا أن تتأثر بغياب اسم أو اسمين حتى وإن كانوا من العناصر المهمة في تشكلة الفريق والسد لا يتأثر بذلك السد لا يتأثر بأي غيابات في أي مباراة لا يتأثر عند الخيارات عند دكة مدلاء لا تقل همية عن الأسماء والعناصر المتواجدة في التشكيلة الأساسية وبالتالي تجد بأن لا توجد أدية مشاكل كبيرة في كيفية الفوز والحصول على الثلاث النقاط وفي السد لما تواجه السعيم تعاني في مسألة إيقاف يعني توقف مين توقف الهيدوس على اليسار في أكرم على اليمين في خط المقدمة في بغداد هو الأصعب إيقافا وإذا أردت أن تجريهم في وسط ملعب المباراة فأنه يتواجد لديهم الأساتذ الكبار قابي وشافي إن غاب إن غاب شافي حاضر قابي لأن دايما الصراع في وسط الملعب الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب إن سيطرت على وسط الملعب فأنت ستتحكم في المباراة كيفما تريد سقوط على أرضية الملعب بغداد بنجاح والكرة فيها خطأ ذكرت عن ذكر طبعا عن الرقم المسجل به اسم كليميرسون لكن أول رقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولة الدوري في موسم واحد كان باسم الكبير والكبير جدا منصور مفتاح في موسم 81-83 لما سجل 22 هدف في 12 مباراة وظل محتفظا بذلك الرقم لسنوات طويلة وبعلام على تنفيذ الخطأ من هذا المكان في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعلام والبكري في مرمى بعلام هل يضحف الشباك بعلام يسدد والتزديد لكن الكرة اعتلت القائم والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى كرة تحولت إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخور في هذه اللحظات ما زاله يبحث الخور عن تاسع هدافه ككل في هذا الموسم وهدف التعادل ونحن نقترب من يعني تقريبا آخر 21 دقيقة في عمر المباراة وما زال لا يوجد هناك جديد يذكر على مستوى النتيجة كرة تحولت إلى رمي التماس كرة تلعب كرة وصلت لي حسن الهيدوس اللي بدورة يرسلها لبغداد تقدم بنجاح انطلق بنجاح لكن التمرير خاطئة الكرة عادت مرة أخرى عند أحمد ياسين مرورة جميل وتمريرة أجمل لهلال خذوهات لكن لم تمر بعلام يقطع الطريق ويقود أجمى مرتدة كرة لسالم الهاجري في منتصة في الملعب قابي يوقف على كرة بعيدة لابو علام تمرير خاطئة وكرة مرتدة دياغو دياغو تقدم دياغو لعب على لعب دياغو الكرة ما زالت معا والتمرير الله الله الفرسان لا يمكن ترويضها بهدف ولا يمكن الانتصار عليها بهدف واغنر بتعرق جميل وبتمريرات أجمل وبدهاء الفرنسي الكبير بالنبكزوني عادوا للمباراة شوف هذه التمرير الخاطئة من بعلام والكرة المرتدة والدياغو والتمرير في هذا المكان والتسديد القوية جدا واغنر هو الوحيد الذي سجل للخور في الأربع مباريات لخاف الفريق على هذا الملعب وهو من ينجح في هذه اللحظات بأن يعيد الخور للمباراة واحد واحد وصولا إلى الدقيقة إلى الدقيقة سبعين حط كل قوتة حط كل قوتة في هذه الكرة واغنر وبالتالي تمكن من أن يعيد الخور للمباراة لتصبح النتيجة واحد واحد ويا لها من لحظات قادمة ودقائق ستكون مثيرة في غضيه المباراة وفي هذا اللقاء لكن الأخطاء في التمرير في وسط الملعب والكرة اللي استغل بشكل صحيح دياغو وكان ينتظر مساندة ولم يجد المساندة سوى من ممن من واقنر إذن واحد واحد أحبات الكرام واحد واحد ودقائق عشرين قادمة يدرك فيها السداوي بأن لا يريد أن يتعادل لا يريد أن يتعثر في هذه المباراة ويدرك تماما أيضا بأن خسارة نقطة في هذه المباراة وعدم الحصول على الثلاثة النقاط ليس من صالحه وكذلك يعني الهدف اللي سجل الآن بالنسبة لنادي الخور ذلك الهدف الذي من شأن أن يعطي ثقة أكبر للعبين بأن يساغن في أن في أن يكون وفع الخور يعني في الدقائق واللعبات القادمة في هذه المباراة من أجل آآ إمكانية خطف هدف ثاني ويدرك الجميع مدى صعوبة المواجهات التي تجمع السد والخور هنا في الخور يا سلام على الكنترول وعلى المرور كرة لأحمد ياسين في الجات اليسرى محاولة ما زالت مستمرة كرة تنقى العرضية وفرصة دياغو لمسة ما زالت لكن الكرة تبعد الله على تزديد وعلى ردة فعل على ردة فعل جميلة من سعد الدوسري في تزديد من هذا المكان وبغاضي القوة لكن سعد كان متواجدا وحاضرا وبالتالي تمكن من أن ينقذ الموقف في كرة خطيرة والكرة تحولت إلى ضربة ركنية في تبديل الآن في تبديل قادم سيد جوزفالدو بيرير نشاهد من اللعب البديل من اللعب القادم التبديل بعد هذه ضربة ركنية واقدر يرسل كرة للأمام لكن الكرة تبعد وتعود مرة أخرى نقلة ولكن التمريرة كانت سريعة جدا أو كانت خاطئة خلينا نقولها بالتالي الكرة تحولت إلى رمية تماث كرة تصل لبغداد بنجاح اللي بدورة يمررها لقابي قابي لحامد اسماعيل حامد اسماعيل تمريرة للأمام لكن الكرة عادت مجددا للخلف وصلت في منتصف ملعب المباراة تبعد من أمام أبو علام كرة عادت مرتدة حاولت تمرير كرة خلف الدفاع لكن كرة أبعدت بتواجد طبعا سالم الهجر في مكان ممتاز بالنسبة له كرة تعود لياسر أبو بكر لأبو علام في منتصف ملعب المباراة تراجع الآن من جانب الأعبي نادي الخور والاعتماد على نفس الطريقة على سرعة واغنر وعلى الكرات المرتدة بينما الزعيم يبحث عن هدف ثاني يبحث عن الثاني كرة الهيدوس بمرة اللي قابي في الجهة اليمين قابي الكرة بتعود لحامد اسماعيل وصلت لبو علام في منتصف الملعب كرة تنقل لياسر أبو بكر كرة عرضية نحت بغداد لكن الكرة ابعدت خروج ممتاز وموفق من حارس المرمى كرة عادت للخلف تنقل للأمام الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى سهلة وصلت عند حارس المرمى محمد الباك يقف الآن بمن كازوني يقف ليرى ماذا بإمكان أن يضيف كرة في منتصف الملعب تمرير السريعة وكانت أسرع من دييغو وبيتال كرة تحولت إلى رمية تماس إذن سالم الهاجر يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات سالم الهاجر يترك أرضية الملعب ويوسف هو من يشارك لعب رقم 33 كأحد العناصر الشابة التي يدفع بها سيد جوسرالدو فريرا في هذه اللحظات كرة تلعب ياسر أبو بكر كرة تبعد تعد للهيدوس بمررها وحاول والكرة إلى خارج غرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى تصرف ممتاز كان من المدافع وهنا طبعا الإعادة لهدف التعادل بلمسة برازيلية خالصة يسجل من خلالها الخور هدف التعادل في هذه المباراة وهنا ردت الفعل من قبل سيد جوسرالدو فريرا اللي يبدو أكيد بأنه غير راضي مربع ساعة آخيرة أحبة الكرام في عمر هذه المواجهة في عمر هذه المباراة هل يرضى الفريقين بالتعادل أم أن هناك كلمة ورأي آخر كرة لأحمد ياسين تعود الكرة الخلف جيغو تمريرة الكرة أحمد ياسين الكرة ما زالت معها لكن تبعد من أمام الهيدوس في منتصف الملعب والكرة فيها خطأ يحتسب خطأ يحتسب لصالح السد في هذه اللحظات هذه الكرة اللي حاول فيها لا يدوس أن يمر ولكن حاكم المباراة كان قريب وبالتالي يرى بأن الخطأ كان مستحق بالنسبة للسد الكرة بتلعب طارق سلمان ليبو علام الكرة تنقل في الجهة اليسرى ياسر أبو بكر يحاول أن يمر عادت تمرير مجددا الكرة المرتدة للخور انطلاق سريعة وتقدم سريع ولمسه الكرة ما زالت لكن الكرة تبعد الكرة تبعد بو علام طلب كرة من أكرم عفيفة الذي لم يظهر كثيرا في شوط المباراة الثانية بو علام في منتصف الملعب يبحث عن من يبحث عن أكرم في الجهة اليسرى تمرير ونقلة ما زالت لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى إلى ركلة مرمى هذه هي الإعادة كرة إلى ركلة مرمى طبعا التعادل يعني بأن الفارق سيبقى كبيرا فيما بين السدد أحمد ياسير كرة بتعود سلامات إن شاء الله سلامات إن شاء الله للعب اللي صغط على أرضية الملعب يقوم بالسلامة يقوم بالسلامة لعب ديغو ديغو هو اللي صغط على أرضية الملعب وهذه طبعا الإعادة للكرة اللي سقط فيها ديغو وحديث من قبل حكم المباراة سيد سعود العذبة مع طبعا لاعبي الفريقين وهذه فرصة مثالية للحديث مع الاستماع إلى تعليمات طبعا المدربين والورقة القادمة بالنسبة للزد هو جو وو يونغ اللعب الكوري الجنوبي الذي يستعد للمشاركة هو التبديل القادم الكورة بتلعب طارق سلمان يرسل الكورة ليسرى مبكر في الجات اليسرى لمس عند أكرم عفيف الكورة بتعود للخلف عند بيدرو بيدرو بيسيطر على الكورة يبحث عن تمرير كورة للأمام هي كذلك للهيدوس الهيدوس استلم وتقدم الهيدوس الكورة تعود مرة أخرى ما زالت المحاولة قائمة هل من هدف ثالث في غضي المباراة عندنا هدفين هل من هدف ثالث في غضي اللقاء لمن سيكون بقدم من سيكون بغداد يرسل كورة الكورة داخل المنطقة ما زالت مستمرة وقائمة تمريرا قابي بيسدد لكن الكورة الكورة والتسديد لم تكن بشكل مطلوب بالتالي الكورة كانت سهلة عند حارسي المرمى محمد البكر أحمد ياسين كورة بتلعب الأمام قابي قابي بيسيطر على كورة يرسلها للهيدوس في اليمين كورة يحاول أن يكسب من خلال هيدوس ضربة ركنية يسقط والكورة تحولت إلى ضربة ركنية نعم ضربة ركنية تحولت لصالح نادي السد في غض اللحظات على بعد عشر دقائق من النهاية شاهد اللاعب الكوري الجنوبي سيكون بديلا لي ياسر أبو بكر ياسر أبو بكر يترك رضية الملعب وزو ويونغ هو اللاعب الذي يشارك في هذه اللحظات وهو اللاعب الكوري الجنوبي الثاني الذي يلعب طبعا للسعيم السداوي ولدينا الآن الضربة ركنية الكرة بتلعب الكرة تبعد تعود ما زالت قائمة قابي بسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى لكن هل ما قام به السيد بيرند كازوني مدرب نادي الخور يعني احتفظ بهلال محمد وبأحمد بأحمد ياسين في شوط المباراة الأول احتفظ فيهم ومع بداية شوط المباراة الثاني رأى بأنهم أوراق رابحة من شامها أن تعطي الإضافة الكبيرة للفريق أو أن تصل به على الأقل أن يخرج من هذه المباراة وهو متعادلا بنقطة التفكير الآن التفكير بالهدف الثاني من الجانبين من الفريقين التفكير بالهدف الثاني وبالتالي من سيكون أقل أخطاءا وأكثر تركيزا وأكثر استغلالا للفرص هو من سينجح في ذلك سعد الدوسري يرسل كرة للأمام كرة تبعد قابي يتقدم يمرر الكرة لحامد اسماعيل تقدم لكن الكرة الكرة فيها خطأ وبطاقة صفراء وبطاقة صفراء منعطف قادم في المباراة أكيب بأن يعني سيكون في حالة من أن نرفز من جارب لعبي الفريقين وسيكون الدور كبير جدا على المهاجمين خاصة في كيفية الحصول على الثلاث نقاط هذه المباراة وفي كيفية الوصول إلى الشباك الهيدوس على تنفيذ الخطأ الهيدوس يتقدم يرسل كرة للأمام وخرج حارس المرمى والكرة فيها خطأ يحتسب لكن برافو هذا الحارس الشاب برافو 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 حارس المعار من الدحليل والحارس اللي أيضا لعب للمرخية حارس حقيقة اليوم يعني قدم مباراة كبيرة في هذا سلامات إن شاء الله وصد على أرضية الملعب التعادل يستمر وعلما بأن المواجهات العشر الأخيرة لم تشهد سوى حال التعادل واحدة فقط فهل تكون الثانية اليوم في هذه المباراة وهو التعادل اللي يعني لا يخدم كثيرا الفريقين لا يخدم مصلحة الفريقين لكن لكن دائما في كرة القدم يكون أفضل من الخسارة لكن لا يخدم مصلحة يعني في حال التعادل الخور اليوم رح يصل للنقطة التاسع ولن يتغير موقع في جدول الترتيب والسد سيصل للنقطة رقم سبع عشرين لكن أعتقد بأن هناك هدف قادم لا أدري لمن لا أعلم لمن ولكن هناك هدف قادم في الدقائق واللحظات القليلة المتبقية من عمر المباراة الخطأ سينفذ كرة تلعب للأمام كرة تصل لمنتصف ملعب المباراة إهلال يرسل كرة للأمام أحمد ياسين يحاول يسيطر وصد ضغط يمر يبحث عن الاستفادة من هذه الكرة لكن كرة تبعد من أمامه يقاتل عليها ولكن الكرة فيها خطأ يحتسب في هذه اللحظات لصالح السد هذه هي الإعادة وهذه المحاولة طبعا اللي كانت عن طريق أحمد ياسين كرة مرتدة لصالح السد نقلة للأمام وكرة في الجهة اليسرى ما زالت قائمة عرضية تمريرة والكرة أبعدت عادت مجددا الكوري الجنوبي يسيطر يمرر في الجهة اليسرى محاولة للسعيم نقلة للأمام الكرة العرضية هي كذلك الله لا نحتاج لكثير من الأسئلة ولا التوقعات ولا التكهنات إن كان هناك مهاجم من هذا الطراز بغداد بنجاح الذراع اليمين للسدوية ذاهم اليمين هدفهم الكبير يظهر في غاضيه اللقطة الله على بغداد الهدف رقم ثلاثة وعشرين يصل إليه في غاضيه المباراة وهدف ثاني وقلت بأنه هناك هدف قادم بالرأس ماشى بالقدم ماشى معاه هو اللاعب الذي حينما يكون متواجد لعب لديك بهذه القيمة فيجب بأن لا تكون قلقا كثيرا بنجاح يسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة اثنين واحد في هذه اللحظات بكرة عرضية جميلة كانت ملعوبة من جانبي كرة عرضية كانت جميلة والاستفادة منها وبالتالي الوصول لثاني هدف المباراة الكرة تحولت إلى ضرب روكين كرة تحولت إلى ضرب روكين هدفين في هذه المباراة بنجاح خلصت كل الكلام بصراح روكنية بتلعب للخور لكن الكرة تبعد اهلال بيسدد والكرة إلى خارج عرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى تحولت إلى ركلة مرمى بنجاح خلص كل عبارات المده اللي عند الجميع اللي عند المعلقين واللي عند الصحفيين يعني حقيقة ماذا عسان لعب لعب كبير لعب كبير مهاجم كبير كرة بتلعب للأمام بتعود مجددا في منتصف ملعب المباراة لمسة للأمام عادت لقابي نقلة للهيدوس الهيدوس يتقدم يمر الهيدوس خذوا انطلاقه في الجهة اليمين بيحاول الهيدوس الكرة ما زلت معايا السلام على المهار وعلى الكنترول الكرة عادت لقابي لكن الكرة مرتدة احمد ياسين يحاول الكرة فيها خطأ خطأ يحتسب في هذه اللحظات من قبل حكم المباراة الحكم اه اه او سيد سعود العظم الدقيقة ثمانية وثمانين ريابن سولاقة يرسل الكرة للأمام دياغو دياغو يحاول المحاولة ما زالت مستمرة لكن الكرة تبعد بتعود مرة اخرى والكرة فيها خطأ خطأ يحتسب خطأ يحتسب او رمي التماس رمي التماس للخور الذي يجب عليه بان لا يستسلم لانه ما زال في عمر المباراة بقية دياغو اخذها جميلة وتقدم كرة لكن الكرة العرضية قبل ذلك طالت 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 وتحولت الى الى ركلة مرمى هذا التحرك الجميل والتحرك الرائع والكرة العرضية بهذه الطريقة الشوط الثاني من المباراة اكرم عفيف الكرة ما زالت معا اكرم يحاول يبحث عن المرور بعيد الكرة عادت مجددا للخلف قابي بتعود في الجات اليسرى عادت لبيدرو ينقل الكرة في اليمين حامد اسماعيل بمر الكرة خذوا هات لكن لم تستمر تعود مجددا للخور دياغو ينقلها لمسة جميلة تمريرة للامام لكن قابي المتراجع قابي العائد كرة الى خارج ارضية الملعب رمية تماز تحولت الكرة تحولت الى رمية تماز اربع دقائق حبات الكرام هو الوقت المحتسب بدل الضايع في شوط المباراة الثاني اربع دقائق كفيلة بان تعيد من اراد العودة وهنا الحديث عن الخور واربع دقائق كفيلة بان تؤمن هذه الثلاث النقاط بهدف ثالث وهنا الحديث عن السد ولدينا خطأ في غاضي اللحظات اهلال محمد على تنفيذ الخطأ اهلال يرسل كرة للامام لكن الكرة ابعدت هيدوس يا سلام يا سلام يا سلام يا عيني على التمرير اكرم يتقدم اكرم يمر خذوا هات خذوا هات جميلة فيما بينه بين الهيدوس الكرة ما زالت مستمرة وقايمة وصلت عند بغداد بنجاح يحاول لكن الكرة تبعد والفرصة ما زالت قايمة الفرصة السدوية مستمرة بنجاح يستد كرة بتعود للخلف لمسة للامام بنجاح 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 يسدد لكن الكرة اعتلت القايم والكرة تحولت الى الى ركلة مرمى الى ركلة مرمى لكن هذه الاعادة والتزديد القوية التي مرت بجوار القايم والتي تحولت الى ركلة مرمى في هذه اللحظات لصالح ناد الخور من الاربع دقيقة مرت وبقى عندنا ثلاث دقائق كرة بتلعب احمد يسير يتقدم احمد يمر ينطلق لكن بيدرو يتمكن من امعاد الكرة والكرة تحولت الى ركلة مرمى في لغة كان بها مطالبة طبعا بركلة جزاب داعي الدفع في هذه اللقطة فيما بين بيدرو وفيما بين احمد ياسي لكن لكن يعني جلس الطرب في المدرج السداوي في هذه اللحظات مجموعة لحضرة هذه المباراة وتواجد في غاب اللقاء بغداد كنترول على طريقته تمرير على طريقته وكرة في الجهة اليمين للهيدوس الذي يحاول في غضه الكرة زالت المحاولة مستمر لمسا للكور الجنوبي الذي يحاول قابي عادت قابي يسيطر يمرر للهيدوس كرة كرة بتعود في منتصف ملعب المباراة مجددا التمريرات القصيرة والنقلات ويكسب من خلالها الهيدوس رمية تماس رمية تماس لصالح السد في هذه اللحظات كرة بتلعب لقابي بمر لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس الثواني الأخير أحباتي الكرة الثواني الأخير خطأ لصالح نادي بنخر كرة بتلعب للأمام الكرة عبعدت في منتصف ملعب المباراة عندي دياغو تبعد من أمام دياغو عادت لحامد اللي يرسلها لبغداد عادت لقابي مجددا ما زالت الفرصة قائمة إحلال ضغط عليه من جانب الهيدوس وبالتالي استخلاص الكرة من أمامه مر من الأول يحاول أن يمر من الثاني لكن الكرة تقطع وفي غاضيه اللحظات أحبتي الكرام مشاهدي قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم تأتي صافرة نهاية شوط المباراة الثاني ونهاية هذا اللقاء بانتصار للزعيم للزعيم السداوي على الخور بأدفين مقابل هدف وبالتالي تقليص الفارق مع أجحيل المتصدر إلى خمس لقات مبروك للزعيم وجمهي رهب لك للخور جمهي رحبة الكرام تمنى أن تكونوا قد استمتعتم على أمل اللقاء بكم في مباريات ولقاءات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي محددكم سمير العقوب بأصوت والصورة ستنتقل لعاد الملة وعبد العزيز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة